مساء الخير وأهلا بكم مشاهدين في لايف جديد من الأموال لو نفسك تشتري عربية ومش عارف بسبب ارتفاع أسعار العربيات للضعف وأكتر كمان خلال كم شهر خلاص حلمك هيتحقق وهتقدر دلوقتي تشتري العربية اللي نفسك فيها وبأقل سعر وده لأن في أكتر من مركة سيارات جديدة ظهرت في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة ده بالإضافة لبعض المركات التانية اللي هتدخل وطبعا ده هيخلي العربيات تنتشر في السوق المصري والمنافسة هتكون أعلى فسعرها هينخفض لكن إيه هي المركات الجديدة اللي هتنزل الأسواء ويطرى إيه العربيات اللي هتتجمع بعد كده في مصر ومجلس الوزراء عمل إيه عشان يدعم صناعة السيارات في مصر وإزاي السيسي اتدخل أسعار العربيات الشهور الأخيرة ارتفعت بشكل جنوني وزادت أضعاف تمنها عن السنة اللي فاتت وده خلّك كل اللي عايز يشتري عربية يصرف نظر عن الفكرة نهائيا لكن دلوقتي في بعض العلامات التجارية للسيارات دخلت السوق مؤخرا وده طبعا هيخلي المعروض من السيارات يزيد والمنافسة هتكون أعلى وبالتالي الأسعار هترخص لكن إيه هي حكاية المركات الجديدة دي؟ عندك مثلا مجموعة عز العرب اللي بقت دلوقتي الوكيل الحصري الجديد لعلامة لوتس البريطانية في مصر ولوتس هي علامة تجارية للسيارات الرياضية والسيارات الكهربائية مش بس كده دي شركة عبداللطيف جميل أوتو جميل الوكيل الحصري لعلامة فورد في مصر أعلنت استحوازها على وكالة العلامة جي إي سي الصينية كمان وكالة علامة عربيات جيتور في مصر انتقلت لعلامة أو لمجموعة القصراوي واللي طرحت عدد من العربيات التابعة للمركز الصينية وفي نفس الوقت فازت مجموعة آي إف جي بوكالة علامة إف جي في مصر وفي الفترة اللي جاية هتشوفوا أكتر من طراز جديد من العلامة دي في السوق المصري والحكاية مش بس في الاستراد لأن خلال الفترة اللي جاية نشاط تجميع السيارات في مصر هيروح في حتة تانية خالص يعني مثلا سبقوا أعلنت تاج لوبال أوتو عودة تجميع سيارات بي أم دابليو في مصر كمان في شركات مصرية بتجهز دلوقتي لتجميع سيارات جيل الصينية بدلا من استرادها من الخارج وسط أزمة الاستراد من الخارج بسبب نقص العملات الأجنبية بحسب موقع الشروق كمان شركة أفتفاز الروسية بتدرس استئناف تجميع سيارات لادة في مصر ده حتى الدولة اتحركت وأعلنت عن دعمها لإصناعة السيارات في مصر وده لأن مجلس الوزراء منح الرخصة الزهبية لشركة إيجيبتسات أوتو بخصوص مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السيارات والأوتوبيسات الكهربائية ومحطات شحن المركبات الكهربائية والسكوتر الكهربائي والتروسيكل الكهربائي ومكونات السيارات الكهربائية كمان قطع غيرها والهدف من ده تصنيع السيارات الكهربائية في نهاية 2024 وطبعا ما ينفعش نتكلم عن مستقبل السيارات في مصر وما نتكلمش عن انضمام مصر لمجموعة البريكس لأن من المتوقع انخفاض أسعار السيارات خصوصا لو استوردنا السيارات منهم بالعملات المحلية وما تنساش برضو تجديد مبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج بدون جمارك والمدة 3 شهور عشان كل واحد يقدر ينزل بالعربية اللي عاوزها بدون جمارك ويتوقع لواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات انخفاض أسعار السيارات الصينية وباقي اترازات من باقي الدول التحالف وده بسبب سهولة تدبير العملة اللازمة لاسترادها وده هيزود من كمية السيارات داخل مصر فبالتالي بيزيد المعروض وبيقلل أسعار السيارات داخل السوق المحلي بس هو بيأكد أن الناس هتبدأ تحسب انخفاض أسعار السيارات في النص الثاني من عام 2024 ده بعد توقيع اتفائيات التبادل التجاري بالعملات المحلية بديلا عن العملات الغربية وطبعا كل ده بيجي وسط توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على توطين صناعة السيارات في مصر سواء للاستهلاك المحلي أو حتى تصدير للدول المجورة عشان تقالل الطلب على الدولار ونزود دخلنا منه ودلوقتي قلنا ممكن تشتري عربية من المركات الجديدة اللي لنزل السوق ولا لأ؟ ترجمة نانسي قنقر